لعامل أخيرا ومسؤولي النادي الأهلي تفاوضوا من جديد مع نادي برامد حول ضم إبراهيم عادل مصدر قال لرقم عشرة أن فيه زي شبه اتفاق بين الناديين على الصفقة أو كلام في الصفقة خلينا نقول برضو الكلام بمفهومه الصحيح يعني آه برامد عنده استعداد يسمع عنده استعداد يسمع بس مع السمع هو عايز لاعب من النادي الأهلي وعايز مقابل مادي كبير هل أهل هيقدر يدفع المقابل المادي الكبير هل هيقدر يستنع اللعب اللي هيطلوه برامد دي كلها أمور هتشهدها الأيام اللي جاية بس الكلام بين الأهلي وبرامد على إبراهيم عادل اتجدد خلال الأيام والساعات اللي فاتت خدوا بقى لكم برامد كان طلب ادخال الكهرباء في الصفقة لكن كهرباء مش عايز يكمل مع النادي الأهلي عايز يكمل مع النادي الأهلي وأكيد أكيد برامد هيحط عينه على لعب كبير آخر في النادي الأهلي عشان إبراهيم عادل له قيمة كبيرة طبعا في الكرة المصرية بشكل عام مش بس في النادي برامدس الأهلي هو مصدر مسؤول بالنادي الأهلي قال لرقم عشرة أن بيرستاو هيب عرض لإدارة الكرة في النادي الأهلي عشان يرحل بنهاية الموسم والعرض اللي هيبه أو اللي جابه فعلا تم رفضه بسبب ضعف المقابل المادي مصدر في النادي الأهلي قال لرقم عشرة أن دلوقتي عنده الأهلي عنده النية لرحيل بيرستاو بس عايز عرض كبير عشان الأهلي دفع في بيرستاو أيضا رقم كبير عالي لطفي كنت قطع حياتكم أكتر من مرة أنه هو عايز ياخد فرصة في فريق آخر عشان يلعب بشكل أساسي عالي لطفي بالفعل جاله أربع عروض للرحيل عن النادي الأهلي وكانت العروض بنظام الأعارة مصدر بالنادي الأهلي قال لنا أن النادي أجل حس موقف عالي لطفي لنهاية الموسم لأن الأمر متعلق بالتعاقد مع حارس جديد لو الأهلي قدر يضم حارس جديد ممكن ساعتها يستغنى عن عالي لطفي حتى لو على سبيل الأعارة طيب نروح لي ترجمة نانسي قنقر